أن تعتقل ميليشيا أسد الطائفية شخصاً في السويداء فهذا أشبه باللعب بالنار فها هي اليوم تجبر على إطلاق صراح عصام العنداري والدي فداء العنداري أحد أكبر متزاعم عصابات الخطف في المحافظة بعد تهديد ووعيد العنداري الإبن علم باعتقال والده وتوجيه نظام له تهماً تتعلق بالإرهاب فسارع إلى اختطاف خمسة عشر عنصراً من الأمن العسكري محتجزاً إياهم كرهاء مهدداً بقتلهم في حال لم تردخ ميليشيا أسد لمطالبه المتمثل بالإفراج عن والده شبكات المحلية أكدت أنه جرى إطلاق صراح العناصر الخمسة عشر بوساطة من إجال دين ووجهاء في السويداء مقابل إطلاق النظام صراح عصام العنداري وتسليمه لعائلته الحادثة مشابهة لما جرى نهاية الشهر الماضي عندما قامت قوة شيخ الكرامة بإطلاق صراح شاب من أبناء المحافظة يقبع في سجن صدنايا بعدما وجهت سيلاً من التهديدات للنظام إذا لم يفرج عن المعتقل خلال مدة أقصاها 48 ساعة بعد وصول معلومات تفيد بتعرضه للتعذيب ليل نهار اشتركوا في القناة